وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك الوزارات والجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية بالتعاون الكامل مع لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية وذلك لاستئناف عملها واستكمال المهام المسندة إليها بموجب قرار تشكيلها من رئيس الجمهورية وأكد الرئيس الوزراء خلال لقائه اليوم في العاصمة الموقفة عدن رئيس اللجنة القاضي صالح ناصر طاهر عزم الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هذه رئيس الجمهورية على المضي قدما في معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية باعتبارها إحدى استحقاقات الحل العادل والشامل للقضية الجنوبية وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لافتا إلى أن العبث الجاري في موضوع الأراضي واستغلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن في توسيع عمليات السطو سيتم معالجتها ووضع حد لها واستعرض اللقاء بحضور مدير مكتب رئيس الوزراء أنيسبا حارث الجهود التي بدلتها اللجنة خلال السنوات الماضية في سبيل معالجة قضايا الأراضي في الجمحة حافظات الجنوبية وحل تعقيداتها الشائكة بما يضمن رد الحقوق لأصحابها وتصحيح الاختلالات ومعالجة هذه المظالم المتراكمة منذ عقود واستمع رئيس المزراء من رئيس اللجنة إلى شرح موجز حول القضايا المنظورة أمام اللجنة بشأن مراجعة ما تم صرفه من أراضي بأغراض الاستثمار أو الزراعات أو السكن والإشكاليات المتعلقة بالبسط على أراضي الدولة والصرف المزدوج والدعاءات الملكية والاعتداءات على أراضي الجمعيات السكنية والتعاونيات الزراعية إضافة إلى التحديات والصعوبات التي تواجه عمل اللجنة في هذه الظروف الاستثنائية والاحتياجات والمتطلبات اللازمة لعادة تفعيل نشاطها وتنفيذ المهام الموكلة بها على الوجه الأمثال